بالتزامن مع لقاءات سياسية لرسم ملامح الحكومة المقبلة تسعيد غير مسبوق شهدته لاحتجاجاته على نتائج الانتخابات الأمر الذي قسم الآراء حول التسعيد بين من يراه نتيجة غضب جواهير الكتل المعترضة ومن يؤكد أن التسعيد هو الورقة الضاقطة التي حذر منها المعترضون في إطار سعيهم لتشكيل حكومة توافقية والحصول على مكاسب سياسية بحسب متابعين يعني عندما كان هناك حراك من أجل صناعة الكتلة الأكبر أو كذا حدث بعض الأطراف أرادت تتأجج للضغط من أجل الحصول على مكاسب هذه المكاسب ربما لا تكون شرعية وعلى ما يبدو فأن التسعيد الأخير هو خطوة باتجاه قادم أسوأ في حال بقاء المفوضية والحكومة على موقفها بحسب ما تؤكده مصادر قريبة من المعترضين الأمر الذي قد يقوده الأزمة نحو مزيد من التسعيد قطعاً هناك تسعيد في المرحلة المقبلة قد نشهد قطع المزيد من الطرق وكذلك محاصرة الخضراء قد من الجهات الأربعة يعني يذهبون باتجاه انغلاق سياسي تام مع أسرار المفوضية والحكومة والكمل التحادي على مواقفها القلق من خطر لا يمكن حساب أضراره على الوضع العام دفع يونامي وقالة الكتل إلى التأكيد على ضرورة ضبط النفس واحترام الحق في الاحتجاج السلمي فيما يبقى الموقف في الشارع مفتوحاً على جميع الاحتمالات من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية